مرة أخرى تسعى السلطات الحكومية في العراق لتكون رقيبا على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في البلاد التي باتت تؤرق الأحزاب بسبب ما يتم تداوله عليها من ملفات فساد وزارة الاتصالات أعلنت رسميا تعاقدها مع شركة نوكيا الفنلندية لتنصيب برامج حجب جديدة تقول إنها ستمكنها من حجب مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية والمواقع غير الأخلاقية ومواقع أخرى لم تحددها إعلان يقول ناشطون حقوقيون إن محتواه يتكرر سنويا في محاولة لقمع حرية التعبير والرأي في العراق بحجة حجب المواقع الإباحية ومكافحة جرائم النشر ويشير الناشطون إلى أن تركيب هذه الأجهزة الجديدة يأتي في وقت تريد الأحزاب السياسية تمرير التشكيلة الحكومية التي يرأسها محمد شيع السوداني الذي يلاقي رفضا شديدا من الشارع الذي يجد بحكومته تكرارا لسيناريو المحاصصة الحزبية والطائفية محاولات يرى فيها مرصد الحريات الصحفية إسرارا على السيطرة على التدفق الحر للمعلومات وحرية التعبير بذريعة تبريرات يصفها بغير المقبولة مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية في مخالفة صريحة للدستور الحالي الذي وضعته العملية السياسية بنفسها في المقابل ومع إشارة الأحزاب السياسية إلى أنها تمتلك إحصاءات ودراسات عن المتابعين للمواقع الإباحية من الشبان يستغرب عراقيون من عدم إشارة تلك الإحصاءات والدراسات إلى الجوع والفقر والمصابين بالأمراض السرطانية في العراق فضلا عن أسباب عدم تجرير هذه الأموال لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتي يعاني العراقيون من تهالكها وبطئها متناقضات تعيد العراق إلى المربع الأول بين أحزاب تريد خانق كل صوت رافض لها وبين شارع منطفد ضدها يرى في كل خطوة منها للتضييق دافعا لضرورة التغيير وإسقاط العملية السياسية المتهمة بالفساد والقمع في العراق اشتركوا في القناة